الايكولايزر بتاع الستوديو اهلا بيكم في درس جديد من دروس هندسة الصوت النهاردة حنتكلم عن موضوع من المواضيع المهمة جدا في هندسة الصوت فلتر من الفلاتر او تأثير من التأثيرات الصوتية اللي بيستعملها مهندس الصوت عادة واحد من اهم التأثيرات الصوتية اللي بيستعملها مهندس الصوت هو الايكولايزر او المعادل يعني ايه الايكولايزر او المعادل كلنا يعني شفنا عربيات فيها جهاز تسجيل جهاز التسجيل ده كنت ساعات بتلاقي فيه ايكولايزر موجود كده على شكل زراير على مسارات من المسارات يعني خطوط مسارات كده وانت تقدر تعلي وتوطي حاجات معينة في الصوت عشان تطلع كواليتي الصوت معين انت بتحبها اللي احنا شايفينه الخانات اللي تتحرك ديت الزراير اللي تتحرك في خانات معينة دي ده بيسموه جرافيك ايكولايزر او ايكولايزر جرافيك مرقي يعني انت بتشوفه فانت بعينك بتشوف ايه العالي وايه الواطي بشكل معين انت ناس بتحبه على شكل في مثلا حرف في ناس بتحبه على شكل مثلا بيضاوي شوية كده على حسب انت بتحب ايه الايكولايزر احنا هنتكلم عن الزباطات بتاعت كل الخانات ديت بعدين بس انا بقول لك هو جرافيك يعني عشان انت شايفه بتشوف الايكولايزر بعينك بتشوف الزراير بتاعته بتعملك شكل معين فانت بتشوف الشكل اللي انت بترتاح له دوت وبتسمع الصوت اللي انت عاوزه هو ده حفزته يعني. الجهاز دوت بيتحكم فيه الصوت اللي داخل دوت من القنوات السواطية بتاعت الترددات بتاعته. يعني ايه الترددات بتاعته? الترددات العالية زي مسلا اصوات الحده اللي في الصوت بتاعك, الترددات الواطية اللي بتبقى اصوات الغليزة. والتردد اللي في النص اللي هو بين الاتنين. ممكن انت دوت تعلي تردد معين فيبان الصوت حد شوية وانت انت مخلتش الصوت حد ولا حاجة انت عليت الاخر بتاعه اللي هو الحدي. وممكن تقلل الصوت الحدي بتاعه وترفع الصوت اللي ناحية الناحية الغليزة فيبقى كده الصوت طالع غليز. وممكن توطي الاتنين وترفع اللي في النص يبان لك الصوت كده اخنف شوية يعني طالع من المناخير يعني. فبالتحكم بتاع القنوات ديت قناة قناة كل قناة بتتحكم في نوع معين من الترددات الصوتية. احنا قلنا الترددات صوتات بالهرتز او الالافات يعني بتاعتها. فالترددات الواطية اللي يقدر جسم الانسان يسمعها عشرين هرتز. اوط حاجة يقدر يسمعها الانسان. اللي هو هتلاقي يعني ده بتناملة يعني عشرين هرتز. واكتر حاجة يقدر يسمعها الودن بتاع الانسان من صوت صريخ بعد كده انت مش هتقدر تسمع اللي هو عشرين كيلو هرتز. ممكن الحيوانات تسمع حاجات من دي. يعني الفنانة بتسمع تردودات اعلى من التردودات اللي الانسان بسمعها دي اسمه هالك 1994 icz يعني اعلى موجات فوق الصوتية اللي انت بدرش تجيبها ب Reno موجات فوق الصوتية التردودات زي اللي بيعملو بيها الاشعة دي تردودات فوق صوتية انت مش بتسمعها بس هي الاشعة جابتها وتصورت على الجسم الانسان وبه جهاز طاني ناحية تاني بالقطة التردودات الصوتية ديت اما تخبط في الاعضاء المعيينة يطلع لك الصورة بتاعت العضو دوت لو كان فيه مسلا انسدات في شرايين بتاع اللي هي بيسموها الاشعات بتاعت الموجات فوق الصوتية الحاجات ما تدرش اسمعها بالنسبة الايكولايزر انت كلمتنا ان مهان الصوت محتاج الموضوع ده جدا ايوة قال بيحتاجه مسلا اه يزبط زبطة واحدة كل الناس خلاص تشتغل عليها ولا بيزبط كل تراك ولا بيزبط الميكس في النهاية ولا بيزبط ايه بالزبط لا هو كل تراك من التراكات ديت انت ممكن تحسنه انك انت تبرز جمال الطبقات بتاعته المناسبة لي يعني مثلا لو انت بتشغل تراك كمانجات مثلا تراك الكامانجات الكامانجات صوتها حدة اساسا فلو انت زودت الحد اول درجة انها بقت مسار ساعة هتبقى وحشة ولو عليت بتاعها بحيس ان الكامانجات انت كتبقى غليزة هيبقى صوتها وحش برضو فانت بتدور على النقطة الحلوة اللي جوه الكامانجات اللي تقدر ترفع التردد الحلو اللي يباين صوتها ويبرز جمالها والترددات اللي انت مش عاوزها زي التزييق مثلا والحاجات ديت وبتاع ممكن الترددات بتاعتها تحاول تنزل التردد اللي بيبقى عليه الموجة الصوتية ديت فتقلل من تأثيرها شوية. طبعا لازم تستعمل كل ده بحكمة لانك انت يعني اه كان زمان يقول لك اه اه عالي اخي الحتة العالية بتاعت الاكلاز عشان العربية تعمل تس 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 ان الشباب بكارو بيمشوا بالعربيات زمان ويشغلوا الموسيقى اللي فيها اقاع اه وبالذات اللي فيه فهتلاقي النحاس بتاع النفس اللي هو اللي هو بيعمل صوت اه ده بيعلوا الحتة العالية بتاعت الاكلاز عشان يبرز الصوت ده طبعا الصوت ده بعد فترة بقاش مريح جدا للودنة فانت لازم تبقى عارف بالزبط ايه الترددات اللي انت بترفعها وبترفعها بحكمة علشان تبرز جمال كل على بعضه بعد كده اما بتركبهم على بعض انت ممكن تلاقي في حاجة مش باينة قوي بسبب ان في حاجة تانية مغطية عليها بسبب العلو بتاع التردد بتاع الحاجة دي فانت بتبتدي توازن بين الترددات بتاعت الحاجات المختلفة دي بحيس انك انت ما تخلش بالميكس بتاعك وتطلع كل الالات بتاعتك بارزة ووضحة زي ما انت عاوز في النهاية طبعا بيبقى فيه على الجميع انك انت خلاص الترك خلص فانت بتخرجه في صورة النهائية لو كان محتاج معين مسلا او ابراز لحاجة معينة بس لو انت عملت كل الالات والمجموع كله رضيت عنه ما بتحتاجش كتير في الاخر لموضوع دوت اه يعني ككل يعني على كله الا هكون بواست الدنيا على حاجات اللي انت عملتها قبل كده في كل تراك فطبعا بينته في النهاية انه بيبقى بس حاجات تطشاط بسيطة بس في النهاية في الميكس فطبعا كل اه فيه الات مش يعني انت سجلت الالة وسطها طالع حلو مش محتاج خلاص يعني انت مش مش عايز تبرز حاجة فيه اكتر من اللي هي طالعة فيه مش شرط تستعمل ايكولايزر على كل تراك يعني ولكن انا بقول لك الايكولايزر دوت اه تأسير صوتي معين متاح لمهندس الصوت بحيس يحسن اصوات الالات المعينة دي ويبرز اجمل ما فيها ويخلي المجموع كله متناسق مع بعضه فيه اصوات غليظة زي البيز درام مسلا زي جتار البيز وفيه اصوات حد ده زي الكامانجات والفلوت والجتارات ساعات وفيه جتارات بين البنين بيبقى ساعات الجتارات من نص بين البنين وصوت المطرب نفسه بين البنين في حاجات حد ده فيه في حاجات غليظة فيه اه اصعب تقدر تقول عليه صوت المطرب لان اصواتنا كلنا مختلفة كل واحد صوته مختلف انا مسلا ده صوت الحد الطبقة الحد في صوته احلى من طبقاته الغليظة فانت بتبرز الطبقات ديت وفيه ساعات الطبقات الحد تبقى اضعف فبتتتعليها شوية عشان توازل ما بين الطبقات الحد والطبقات الغليظة اه الايكولايزر مالوش اه مفيش حاجة اسمها تحفظ يعني حاجة محفوظة كده تروح حطتها وتعمل كده صحة وكده غلط كل حاجة بتتعمل بودنك بتسمع بنفسك وتقيم قبل الايكولايزر ايه وبعد الايكولايزر ايه فانت تحاول دايما تشغل الاول تسمع وتحس ايه اللي ناقص فيه ناقصه حتة عالية ناقصه البيز واطي تشوف ايه اللي ناقص فيه تبتدي تعادل الموضوع وتوزن وبعد كده بعد ما تخلص الايكولايزر وزبطته وحسيته نصوت كويس بزرار واحد بتطفي الايكولايزر وتسمع وزرار واحد تعليه وتسمع فتقدر تسمع ما قبله وما بعده فتقدر تحكم اللي انت عملته دوت كان حاله ولا لا طيب نروح بقى على بتاع الكمبيوتر علشان نشوف ايه اللي بيحصل بالايكولايزر فتحنا برنامج الستورجيو بتاعي اللي انا بشتغل عليه ودلوقتي فيه تراك انا سجلته للجيتار نسمع بتاع الجيتار ده من قبل ما نحط الايكولايزر عنيه برجع من الاول التراك هو دو التراك الجيتار اللي انا هركب عليه الايكولايزر البرنامج طب بتاعي انا من اهمية الايكولايزر حطه على كل اللي لوحده ايكيو فانت لو دست الايكيو ده على طول هتطلع لك الايكولايزر لوحده من غير حاجة بس انا مش هستعمل الايكولايزر اللي موجود ده عشان هوريكو انواع الايكولايزر اللي موجودة عندي هنا على دوت اوكي هبدأ باول نوع اللي هو الايكولايزر اللي حنشوفه دلوقتي اللي هو بيجي مع بتاعي طيب اما نشغل المقطوعة اللي حتة الجيتار دايت ونسمع شايف الصوت متحلل عندي ان انا عندي ومفيش انا خالص طبق احد هنا وعندي اغلابي في النص انا طيب نجرب كده انا عليت الحتة الحد دا شوية هلزل نقطه بتاعي الحتة بيجي سوط اللي في الوسط دوت عشان السوط طلعا مش نفي شوية وهزود البيج شوية بتاعي موسيقى 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 الصوت الحد عندي موجود على حوالي 2500 هيرتز 2.5 كيلو هيرتز موسيقى موسيقى اللي هيحصل دلوقتي ان انا ارجع تاني التراك من اول حتة اللي انا هشغالها وهشغل الايكولايزر اللي انا عملته زبطت شوية عليت شوية الحتة بتاعت من اتنين لخمسة كيلو هيرتز علتها سنة صغيرة الحتة من ميتين لخمسمية دي لغاية واحد كيلو هيرتز نزلتها شوية لتحت للاندات الحتة اللي فيها الصوت يعني كانوا بيطلع في كوز مسلا او مناخيري شوية والحتة البيز شوية رفعت الحتة بتاعت البيز دي هنا عشان يجيب لي شوية من صوت الجيتار فيبقى فيه توازن ما بين البيز والتريبل طب انا هطفي وهشغل التراك ده التراك في الاول كان عامل كده بصنا ما هفتح بقى افضل طبعا بكتير ده واحد من الاكولايزرات اللي موجودة عندي طبعا ده متقدم شوية وهو بيجي اساسا مع السوفت وير اه لو انا بصيت هنا حتى هلاقي كمان زبطات يعني لو انا عايز للدرامز الزبطات هتلاقي الكيبورد الزبطات وهتلاقي الجيتار حاجات هو عاملها بس طبعا انا افضل ان كل واحد طبعا بعد ما يجرب الحاجات دي هو ينفسه يلازم تحس الصوت يعني انش هتاخد الزبطة ديت وتروح مركبها عليه مسلا وتعتبر انها هتنبسط يعني اه واخد بالك عادة طلع مظبوط يعني واخد بالك ولكن اه احنا يعني بتعمل الزبطة دي كحاجة مبدئية وتبتقي يتعدل عليها هتعلي شوية توطي شوية هنا زي ما احنا اتفقنا متقسم الى اجزاء ان انا بقدر اعلي كل جزء الواحده عند النقط اللي انا شايفها ديت اعلي كل جزء الواحده ووطيه بحيس يبيني الشكل بتاعي اللي انا عامله دوت الموجات الصوتية بتاعتي بيعرف انا معلي ايه وموطي ايه بحيس ان انا اه اه اطلع الصوت بتاعي وطبعا بحكم بودني عشان الصوت اللي انا هطلعه داني بيكون الصوت ده مناسب جدا للتداك اللي انا بعمله دوت وفي نفس الوقت بعد ما هخلص خالص التراكات بقى كلها مع بعضها يبقى فيه شوية واطي وشوية عالي يبقى فيه توازن في المكس بتاعي طيب انا هشيل الايكولايزر دوت وهوري لكم الايكولايزر التقليدي اللي نفتكروا بتاع زمان اخش على الايكولايزر يعني حاجات القديمة اخوة نشوف الجرافيك ايكولايزر فاكرين الشكل ده مش هو ده الشكل ده بتاع الايكولايزر بتاع العربية زي ما احنا شايفين كده هو الحاجات العالية على ستاشر كيلو هرتز والحاجات الواطية واحد تلاتين طبعا احنا قلنا ازن البشرية بتسمع عشرين وبتسمع عشرين كيلو يعني اعلى من كده شوية بس طبعا يعني ما فيش اصوات في الموسيقى هتبقى معمولة كده ولا اصوات في الموسيقى هتبقى واطية كده الا لو صوت واحد ماشي على الارض يعني ده ضوضاء بتاعت الاستوديو لو واحد مطرب واقف مسلا والارض تحته بيدب عليها هو ده اللي هيبقى الصوتها لعشرين هرتز يعني طيب هنسمع التراك بتاعي بعد بدخلنا كده في النص يعني محايد ما اضفتش ليه حاجة ولا سبت اي حاجة طب نسمع بص بقى انا ما هتحكم في الشكل هعلي شوة الصوت هنا بقى حد مسلوخ خالص ما فيش كريبا ليش خالص طيب نسمع العكس بقى لو انا وطيت اللي عالي بتاعه وهعالي موسيقى ترسوط طرقينة بتكلم فكوز مثلا بصوت يعني بيسموه منخير يعني صوت من منخير يعني فده الضبط اللي احنا بنتفق عليه في في الحاجات يعني نتكلم دلوقتي بصفة عامل الايكولايزر ايه ايه الايكولايزر بتكون من ايه زي ما احنا اتفقنا الاصوات احنا رجع كله تاني زي عزيرو زي ما زي ما قولنا كده عشان نشرح كل حاجة على حدا دي القنوات بتاعة الترددات الصوتية كل صوت بيتكون من عدة الترددات بتختلف من صوت لصوت الاصوات الحد مسلا زي الفلوت والكمان بتبقى في الطبقات العالية الاصوات الجيتارات بتبقى تقريبا في العالية للنص الاصوات جيتار البيز والبيز درام بيبقوا في الحتة ديت فانت عندك الصوت اللي انت بتعزفه بتبتدي تعلي وتوطي كل قناة من القنوات دي غيرت ما تكتشف الجمال اللي في الصوت فين اللي بيخلي الصوت احلى وخبتك يعني عادة انت بتشغل بتاعت بتشغل مسلا وتشوف تأثيرها ايه على الجيتار مسلا ممكن تعلي خالص بقى وتعرف التأسير بتاعها لو اتطفت خالص ولو عيه يتخالص هيبقى التأسير بتاعك ايه على الاتراك بتاعك وزي ما احنا اتفقنا الموضوع مفوهوش يعني صح وغلط ومفوهوش كيميا ومفوهوش انك انت بتاخد زبطات بتاعت حد عاملها وتروح بطبقة انت تطلع حلوة لأ مفيش الكلام ده خالص لان كل صوت مختلف وكل عصف مختلف وانت بودنك بتحكم على الموضوع عشان تقدر انت تميز الاسوات ايه وطبعا كل ما كانت خبريتك اكتر في سماع الاسوات وفي الميكس وبتاع كل ما الميكس بتاعك هيتحسن والايكولايزر بتاعك هيتحسن ومش هتلاقي فيه مجهود كبير وهتبقى عارف طريقك ايه دك واخدها واخدها سكتها وعارفها طريقها فانصحكم طبعا انكم تجربوا سجل تراك باي قالة او صوتك حتى كمان تراك الصوت البشرية واخد بالك وبتدي جرب عليه وشوف ايه اللي يناسب صوت كل واحد جرب على حد من صحابك جرب صوتك انت وصوت اخواتك فانت هتقدر تعرف ان كل صوت ليه مميزات وليه مناطق جمالية تقدر انت تبرزها وليه مناطق ضعيفة تحاول انك انت تقلل من التأثير السيء بتاعها او تعادلها شوي عشان كده بيسموه معادل او او جاي من اللي هو المساواة او المعادلة يعني واخد بالك فعشان كده احنا بنستعمل لابراز مناطق الجمال في كل صوت اللي هو مختلف عن التاني وطبعا اه اه كل بتاع الستوديو نفسه لو يعني حقيقي يعني مش 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 هتلاقي حتى كمان خانات الايكولايزر موجودة على قال لي تلات زرائر زرار بتاع الحد وزرار بتاع الوسط وزرار بتاع الغليز تعلي وتوطي فيهم عشان تقدر توازن حتى على القناة بتاعت الايكولايزر بتاعت كل قناة من قنوات اللي بتلاقيه في الاستوديو عشان كده بقول لكم الايكولايزر ده يعتبر اهم تأثير صوتي بيستعمله مهندس الصوت ويمكن في مهندسين صوت بعد ما هيستعمل الايكولايزر خلاص بتاعت زبط خلاص هو مش محتاجة حاجة تانية كل حاجة طلعه طبيعي صوت الجيترات طالعه بالصدى بتاعه طبيعي صوت المطرب مش محتاج له صدى وبتاعت وممكن حتى الميكسر يتم بالايكولايزر بس وخلاص ويبقى الصوت فعلا نقي كأنك مسجل حلقة في حفلة يعني يا واخد بالك اه الموسيقى الحجرة مسلا اه قالات مترية بتاعزف اه في 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 قوضة واخد بالك انت مش محتاج لها اي ريفيرب ولا اي حاجة خالص انت مجرد ما هتزبط الايكولايزر بتاع كل آلة بحيش كلهم يطلعوا صوتهم حلو? خلاص انتهت انت زبطت كده المكسر بتاع آآ مقطوعة لموسيقى الحجرة مسلا. فآآ الايكولايزر زي ما احنا شرحنا كده من اهم الفكتات او التأثيرات الصوتية اللي بيستعملها مهندس الصوت. بشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة